لكن اليوم دكتور ناجو أنت أكيد بتعمل محاضرات في كل الأرض اليوم السؤال دائماً اللي أكيد تسأل أنت أيضاً طب هو أسطورة ولا حقيقة إحنا فبركناها من ناحية مسيح شو اللي بيثبت لنا الموضوع؟ طبعاً في أدلة كتيرة على الطفان العالمي فمثلاً لو رحت زورت في الجراند كانيون وأنا رحت زورت الزيارة دي فإذا أنت تؤمن أنه ما كانش طفان محلي تؤمن أنه كان طفان عالمي يعني غطى كل الأرض مش بس منطقة الشرق الأوسط يعني تركيا فلسطين مصر البحر الأبيض وإلى خير هذه المنطقة لا كان طفان عالمي وإلا ما يبقى لهش معنى لأن الله كان ممكن يقول لنوح روح هاجر لمنطقة ما فيهش طفان وما فيهش داعة ابن الفلك لو كانوا نطفان محلي وبعدين المية عشان الكتاب مقدس بيقول غطت أعالي الجبال وعشان تغطي أعلى جبل لازم تغطي كل الجبال لأنه فيه حاجة اسمها نظرية الأواني المستطرقة لو جبت أنابيب وحطيتها جنب بعض وحطيت مية في واحدة منهم وصلتهم ببعض هتلاقي المية تجد مستوى واحد فمش ممكن تغطي أعلى جبل والمية تقف كده ندا واحدا لازم تتوزع على كل الأرض وأعلى جبل اللي بنعرف هو جبل قرارات دا اللي استقر عليه الفلك بس طبعا فيه تغيرات جولوجية حصلت في العالم كله ففيه جبال الهيملايا مثلا بيتوقع أنها أعلى فكنت بتسألني عن الدليل على الطفان لما زورت الجراند كانيون تلاقي في الطبقات الجراند كانيون في أمريكا في أمريكا في أريزونا بالزبط كده ونهر الكولورادو بشؤها وهي عبارة عن الخدود العظيم سلسلة من الجبال وطبقات مترسبة وربع ضهم تلاقي على قمة الطبقات دي فيه كائنات مائية الكائنات المائية دي جات إزاي ما كانش عندها سلم تطلع عليه وتتحفر فوق معنى كده ندا كان متغطي بمية والمية انحسرت والكائنات دي ماتت وتحفرت في الطبقات اللي فوق فالناس يقولون لنا اللي هو غير مؤمنين بكلمة الله طيب ده كان حدث محلي في المنطقة دي في الجراند كانيون طيب روح للهيملايا في آسيا تلاقي نفس الموقف تلاقي فيه كائنات مائية على قمة الجبل في ألاسكا على فكرة كمان شفته أنا بعيني بالزبط في كل بقاء العالم فيقولك محلي 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 لا أنا عندي كتاب المقدس بيقولي أنه طفان عالمي وعندي الدليل التكرار الكائنات المائية اللي موجودة على قمة الجبال الحاجة التانية الحفريات 95% من الحفريات كائنات مائية معنى كده أن يكون كله كان متغطي بمية في وقت من الأمومات والمية دي انحسرت وتحصر الترسيبات بتاعة الكائنات الحية دي فيه أدلة تانية عن طبقات الجراند كانيون فيه طبقات متساوية وراء بعضها وراء بعضها وراء بعضها لو إنها معرضة لملايين السنين كان لازم بيقى فيه نتوآت ولازم بيقى فيه أعشاب بينها في بعض الطبقات كأنك بتقطع في كيكة يعني طبقة وراء التانية وراء التالتة وفيه طبعا أدلة كتير قوي على إثبات أنه كان فيه حدث عالمي عملاق أثر على الأرض وعلى الكائنات وعلى الحفريات ولما نفهمه بمفهوم الكتاب المقدس يعطي معنى ترجمة نانسي قنقر